موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بكم في حلقة جديدة من مساحة للرأي اليوم الخميس حلقتنا النهاردة عما تتناوله المؤسسات العالمية عن استقرار الاقتصاد المصري فقد كانت عدة مؤسسات دولية اكدت ان اقتصادنا المصري في حدود الامنة نظرا لتعامل مصر بمرونة مع تحديات المختلفة المحيطة بنا اخرها ازمة روسيا والاوكرانيا اكد تقرير لصندوق النقد الدولي ان مجموعة التدابير والسياسات الاقتصادية اللي انتخذتها مصر حفظت بشكل جيد على افاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط التقرير وضح ان الاجراءات المتخذة اللي شملت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ضمان حرية سعر الصرف كخطوات سهمت في امتصاص الصدمات الخارجية خلال هذا التوقيت المضطرب من جهاتها اكدت مؤسسة فيتش المالية الدولية ان الازمة الروسية الاوكرانية من شأنها ان تؤدي لزيادة الضغوط التدخمية على مستوى العالم وتؤثر على تدفقات التجارة العالمية اشار التقرير ايضا الى ان مصر رغم تأثرها سلبا بالازمة الروسية الاوكرانية لاعتمادها على الواردات من الدولتين الا انها اتخذت اجراءات مناسبة للحد من تلقى الضغوط الخارجية حول هذا الموضوع بتدور حلقتنا النهاردة واللي بيساعدنا ان يكون معانا فيه الاستاذ عمر الجندي الكاتب الصحفي بالاهرام اهلا بحضرتنا اهلا بسهلا بك يعني بداية كده ايه عناصر قوة الاقتصاد المصري اللي مكينيته من الصمود في هذه المرحلة لو نلاحظ ان احنا من اول ما بعد مرحلة ثورة 30 يونيو مضع الاقتصاد الوطني في مصر او مسيرة نالت الاشادة الدولية على طول الخط اه بقوة احيانا بنوره بالظروف زي مرحلة الكورونا وقبل جائحة الكورونا كان فيه صعود كبير للاقتصاد المصري عدينا المرحلة الصعبة وبدأنا نستعيد تاني المبادرة حاليا بنواجه موضوع الازمة الاوكرانية الروسية بنواجه برضو بنفس المعايير خطواتنا بتنال الاشادة الدولية ده في حد ذاته مؤشر وليس كل المؤشرات ولكنه في حد ذاته مؤشر ايجابي ومهم اه اه اهم عناصر قوة الاقتصاد المصري يعني هل الاصلاحات الاقتصادية هل احنا في منورة في قطاعات معينة دعمت الاقتصاد المصري وادت لهذه التقارير الايجابية من هذه المؤسسات الحقيقة لهذه المؤسسات لها سياسات ولها شروط في التعامل مع اقتصادات الدول نعم احنا كدولة مصرية بنحاول منها نسير بخطين متوازين ومتضافرين نعم التعامل مع المؤسسات الدولية بشروط او بنتقابل في نصف الطريق احيانا نعم مع امور او اتجاهات هذه الاتجاهات قد تضاد اتجاهات هذه المؤسسات الدولية اللي اه ما بتحبش الدولة تكون مالكة لقرارها ما بتحبش الدولة تكون متسيدة لقرارها الاقتصادي بالذات نعم احنا ماشيين باتجاهنا بدأنا فعلا نمتلك ادواتنا نعم ونصنع اقتصادنا نعم وصناعتنا نعم وزراعتنا نعم نعم التنمية المحلية او اقتصاديا وزراعيا نعم نعم بصناعات اه تقيلة بصناعات عملاقة مجمعات صناعية كبيرة جدا في كل مصر نعم تمدد اه مضالة التنمية لتشمل مناطق كانت محرومة تماما من التنمية زي سينة وزي الصيد نعم النهاردة بقى فيه مجمعات صناعية كبيرة جدا في كل انحاء الجمهورية بنحاول اننا نعتمد على انفسنا وصولا الى التصدير وبالتالي تقوية العملة المصرية وبالتالي تقوية الاقتصاد المصري وبالتالي تقليل اي اعتماد على تعاون مشترك مع المؤسسات الدولية وفي نفس الوقت بنحاول اه نرى ما يناسبنا من سياسات هذه المؤسسات الدولية لينا اتخذوا ونتابعوا بما لا يخل بالتزامنا نعم بما سيرها هي خط وسط او مصار وسط ما بين ما هو اه اشتراكي ورأسمالي احنا ماشيين في المصار الوسط بالضبط نعم اه يعني بتكمل على كلام حضرتك مؤسسة كولدمين ساكس اه اتوقعت ان رفع يعني سعر الفائدة ليكون بانعكاسات ايجابية خصوصا علاجات بالاستثمارات كيف ترى هذه اللعبارة رفع سعر الفائدة حل سهل احيانا لمواجهة الازمات بنعتبر الحل المباشر نعم لطبعا احنا بنور بازمة عالمية نعم البنك الامريكي اللي ما بيرفع الفائدة كل اقتصادات العالم بدأ تأثر وبتبقى مضطرة انها تعمل حاجة زي كده نعم ولكن بنتخذ اجراءات بديلة نعم بنتخذ اجراءات اخرى بنتخذ اجراءات حتى اقتصادية او تمويل مختلف نعم عن طريق البنوك المصرية نعم اللي بدأت تكتذب رأس المصري نعم فبالتالي احنا بنقوي حركة السوق المصرية نعم بنقوي العملة المصرية من ناحية نعم وفي نفس الوقت بنحاول ان انا ناخد خط الدفاعي شوية مع الازمة اللي بغتت الدنيا كلها هل هل ده يعني رفع الفائدة هل ده يعد حاجة جاذبة لاستثمارات الخارجية ايضا هي لحد انها بتسهل نعم طبعا لو العملة المصرية في المتناول لو الدولار بالتوازن في المتناول بالنسبة للمستثمر الاجنبي بالتالي طبعا احنا استعيده مرة تاني عشان ما ما يحصلش زي ما حصل اول ما حصلت الازمة الاكرانية الروسية هروب بعض رؤوس الاموال نعم بنستعيدهم تاني نعم وبنستعيد عنهم نعم برأس المال المصري القوة المصرية الشعب المصري مؤمن باقتصاد المصري وده يتمثل في امرين المرة الاولانية في مشروع قناة السويس الجديد والمشروع التاني لما بدأ ان احنا نمارس عملية اعادة تقوية شرعين الاقتصاد المصري بتمويل مصري بنكي للبنوك المصري يعني ممكن مصر تأثرت بقدر كبير من الازمة الروسية الاوكرانية لكن الاكثر تأثرا هو الجانب القمح استيراد القمح هنا نستورد من روسيا واوكرانيا الاثنين يعني التدابير اللي اتخذت في مصر ومحصول اللي احنا لسه الخبر كان الاسبوع اللي فات القمح من تشكا والمخزون الاستراتيجي اللي بيغطي اربعة اشهر من تشكا فقط يعني كيف ترى هذا واين موقعنا واهمية هذه التدابير في مصر يعني لا اجادل لو قلت ان انا اتوقع ان ده كان متوقع فعلا يعني اذا يكون الدولة كانت متوقع ان حاجة سكذا تحصل احنا موضوعنا قدما باتجاه زراعة القمح نعم والتوسع في زراعة القمح طويل التيلة وقصير التيلة الاثنين نعم 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 القطن والقمح سواء اذا كان القمح او القطن الاثنين دول من نسبالنا هما جناحي الاقتصاد المصري الزراعة نعم وهم اساس الزراعة والصناعة المصرية الامن الغذائي والامن الغذائي شوفنا طفرة كبيرة فاتوشكا والعوينات يعني الرئيس من حوالي عشر ايام اكد على رفع سعر تغريد الامح نعم من الفلاحين علشان نجذبهم اكثر ان هما يزرعوا يقبولوا على زراعة القمح نعم وبالتالي كمان في عندنا المساحات اللي ازدادت وبتزداد وبإذن الله خلال ثلاث سنين بأمر اللي ان شاء الله نكون وصلنا لأكتر من ستين وسبعين في المية من تغطية الاحتياج المحلي نعم ان احنا نستغني بقى حتى مع احترامي لأي صديق او شريك ان انا نستغني تماما على الاستيراد وده في حد ذاته هدف ماشي جنب تقوية الدولة عسكريا لان انا ان انت تمتلك قرارك وسيادتك نعم اقتصاديا بيستلزموا تأمين على اعلى مستعد تقرير البنك الدولي اكد برضو على ضرورة الاستمرار في هذه الاجراءات والاصلاح الاقتصادي هي شوية بتمثل عبء على المواطنين لكن تقرير البنك الدولي اكد على ضرورة الاستمرار كيف ترى هذا وكيف يمكن المواطن ان يتحملوا لنظل في هذه المقطة من القوة طبعا احنا شفنا اجراءات كتيرة لرفع مستويات المعاشات والمرتبات بشكل متزايم ما ظنش ان في دولة في المنطقة حوالينا محترامي حتى او بكلم على زيادات ما ظنش ان في دولة حوالي ما اسمعنا فيها اي زيادات نعم على العكس ما بكلمش خالص على فروق ما بين مصر ودولة اخرى ما بكلم ان احنا بنزيد رغم الازمة بنزيد رغم الاذانات والجائحة الكبرى اللي العالم كل مرة بيها نعم ده حاجة الحاجة التانية الاقتصاد المصري بدأ ان هو يبقى فيه خط بتتولاه الدولة بتتبناه الدولة نعم لمن قيمة قوة اه احتكارية قوة بتحاول انها تسيطر على الاسواق بتحاول انها احيانا ترفع الاسعار فالدولة بتنزل بخطوط انتاجها نعم وده بيفتح فرص عمل ده بيفتح فرص عمل نعم بيخفض الاسعار بمعنى اصح بيضرب الاسعار المحتكرين نعم ولذلك نجد بعض الاسوات غير المستفيدة من هذا الامر اللي هم يعني اللي استفادوا زمان فمراحل مراحل مراحل الفساد السابق انتوا ليه الدولة ليه بتنزل نفد الدولة سيب السوق حر لو الدولة سابت السوق حر تماما اه ساعتها المواطن مش هيشكوا بقى ده ساعتها المواطن هيبقى في حال تاني خالص احنا في نعم الحمد العرب العالمين احنا بنواجه ما يواجهه العالم بضروط اصداد كثير جدا من العالم اه يعني ازمة كورونا كانت مقدمة لما يحدث الام من ضغوط الاسعار اقتصادية هل ساعدت مصر في الصمود اه كت يعني كت مرحلة تمهيدية للصمود اه ممكن تقول لها مناورات اقتصادية نعم نارينا فعلا بهذا و انا احساسي ان احنا كنا متوقعين زي ما قلت لساعتك كنا متوقعين حاجة زي كده كنا متوقعين ازمة معنا تعصف بالسوق ولذلك لم نرتبط بشدة بالاسواق العالمية ولا بشروط المؤسسات الدولية نعم النهاردة لما بنتكلم على انه مصر بتسعى وهي من اول الدول التي ساعد للخروج من عباقة الدولار نعم احنا عندنا الدولار هو العملة المسيطرة او المتحدثة باسم نعم النظام العالمي الجديد نعم نعم مجمع في العالم كله والفترة الاخيرة ايضا يعني قامت بتبعت دولارات للتخطي كورونا كل لما البنك الفيدرالي بيرفع الفايدة بيطبع مزيد من الدولارات اه بدون اي مقابل وده بيبقى الاب رهيب على شاريين اقتصاد العالمي كله احنا بدأنا نخرج من هذا فكذا ما صار نعم ومش بس كده ده احنا كمان بقينا مثل اعلى يحتضى في الدول اللي جنبنا يعني حتى في الدول الخليجي الشقيقة اللي كانت تعتبر طول الوقت مرتبطة بشدة بالاقتصاد الامريكي نهاردة بدأت تحذو حذو مصر بدأنا نتعامل مع الروس بدأنا نتعامل على الصادر الروسي بدأنا نهاردة نستورد القمح الروسي بالروبل ومقابل ان الروسيا تستورد مننا بالجنيه المصري هذا هو المثار ويعني حذوك ذكرت نقطة اهمة خاصة بالدولار وهناك اتفاقية او يعني شبه مفاوضات مع الدولة العربية للتحول لتوسعة سلت عملاتها بعيدا عن الدولار يعني ريت حذوك تدينا فكرة عن هذه النقطة وايضا انها اتجاه عربي ايضا وليس مصري فقط بالفعل النهاردة السعودية بدأت انها تتجاه حتى للصين بدأ انكم فيه تعاون باليوان الصيني نعم اننا نفتح منافذ مختلفة ده بيقلل الضغوط اللي بيعنيها الاقتصاد القومي سواء اذا كان في مصر او السعودية او الامارات او 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 وكمان بيخرجنا من دايرة ردود الفاعل نعم لما بنخرج من دايرة رد الفاعل في نظام مفتعل هذا هو نظام العالمي الجديد بنظامه البنكي بنظامه الاقتصادي المفتعل نعم والقائم على اسس واهية نعم اي ازمة بتحصل في هذا الاقتصاد احنا بنكون بمنأة عنها كل ما بعيدنا عن الارتباط به كل ما اعتمدنا على الاقتصادنا القومية وقونا عملتنا القومية ونوعنا في مصادر تعاون الاقتصادي لذلك بنكون ابعد ما يكون عن الصدمات باذن الله يعني نتوقف عند هذه النقطة وبنتابع ما ذكرته الصحافة في هذا الشأن وعودة لضيفي في الستوديو الاساس عمر الجندي الكاتب الصحافي بالأهرام نبدأ جولتنا من الايكونومست حيث ترى المجلة ان البعد الاول الازمة الاوكرانية الاكتر تأثيرا على مصر هو اسعار القمح المرتفعة التي تسدى زيادة الانفاق على الواردات لكن ارتفاع اسعار الطاقة سيؤدي لزيادة عائدات الغاز المصري التي ستفوق تكاليف السيراد القمحة وننتقل الى المصر اليوم ودكتور محمد عمبر يقول ان الازمة الروسية الاوكرانية اكثر تعقيدا من جائحة كورونا حيث كان يوجد تنسيق بين دول العالم للخروج من الازمة لكننا الان امام معسكرين شرقي وغربي ويتم استخدام الاقتصاد كاحد الاليات الصراع بين الجانبين اما عماد الدين حسين فاكد في الشروق انه ليس هناك شك في وجود مشاكل توجه الاقتصاد المصري لكن بالفعل اقتصادها ليس هشا وضعيفا كما هو الحال في التجارب التي كشفتها الازمة الاوكرانية فلو لم يكن هذا الاقتصاد قويا لما اصدرت مؤسسات التمويل الدولية شهادات ثقة تعكس صلابة الاقتصاد المصري في الاندبندنت عربية اشارت دكتور هودا الملاح الى ان الاقتصاد المصري يقف على ارضية ثابتة واسس متينة لكننا لا يمكن ان نضمن نهوضا اقتصاديا بدون محددات وقواعد منظمة وحاسمة وبدون رقابة وادارة ثم اعادة تأهيلها لتواكب التطور الذي يشهده الاقتصاد العالمي والختام من اليوم السابع التي اشارت لتقرير البنك الدولي بان مصر اتخذت عدة اجراءات لمواجهة اثار الحرب في اوكرانيا تقدمت حزما تمويلية للتخفيف من التفاع الاسعار من خلال زيادة الاجور والمعاشات كما ان قطاعات استخراج الغاز وقناة السويس اخذة في التعافي كما يواصل قطاعي الاتصالات والبناء دورهما في تحقيق النمو اهلا بكم من جديد ومرحب من جديد بضيفي في الستوديو الاستاذ عمر عبد الرحمن الكاتب الصحفي بالاهرام يعني هاخد ما ذكر في التقرير ان هناك قطاعات بيقاطرة النمو الان ودعم الاقتصاد في مصر الغاز التكنولوجيا الانشاء احنا اخذنا مصار مهم جدا وهو توطين التكنولوجيا نعم دي حاجة اننا ميبقاش ارتباطنا بالصناعة العالمية او بالتكنولوجيا العالمية هي موقع المتلقي فقط المستخدم ولكن المبادل والمشارك والمصنع ده اساس في كل اتفاقاتنا التكنولوجيا وتعاون مشروعاتنا التعاونية الصناعية والاستثمارية في كل انحاء العالم شرقا وهنا ده جزء مهم جدا طبعا النمو الكبير باذن الله من الغاز والمترول واكتشفاتها الجديدة تعاوننا مع الشركات الصديقة اذا كان مع الشركات الايطالية او الاصدقاء في اليونان موفر لنا مصار مهم جدا لنمو بشكل كبير جدا وبقينا دولة فاعلة واساسية في شبكة تجارة الجاز العالمية نعم نتكلم على زي ما قلت ان احنا كل ما كان اقتصادنا قوي فبالتالي احنا قادرين على التمسك بسيادتنا وسيادة اتخاذ القرار لما حصلت الازمة الروسية الاوكرانية اه وقفنا الموقف الذي يناسب الادارة المصرية نعم ولم نردخ لهذا ولم نقبل ضغوط من اي جهة نعم ولكن خدنا الموقف المناسب للادارة المصرية وكانت بيانات الخارجية المصرية في منتهى القوة والحسب اه لاعطاء حتى دروس في الدبلوماسية للمؤسسات الدولية كيف تعمل وكيف توازن الامور ده لا يمكن يجي الا من دولة اقتصادها قوي جيشها قوي وادارتها ذات سيادة حقيقية نعم طبعا على الرغم بما يشهد العالم من ارتباك بسبب كورونا والحرب الروسية الاوكرانية الا ان احنا مستمرين في الاصلحات الهيكلية كيف ترى ده والبنية التحتية واهمية ده في هذا التوقيت طبعا احنا قدامنا مشوار كبير في هذا الامر لاننا بنستعيد ما كنا نتواصل به او ما بيننا في الستينات وليمتوقف ايام طبعا السبعين نتيجة الحرب اللي احنا خدناها بنصرنا العظيم في اكتوبر ثم بدأت مرحلة من الركود والتراجع بشكل كبير احنا في الفترة قريبة جدا او قصيرة جدا بدأنا نستعيد كل ده نعيد هيكلة ما يمكن هيكلته نعيد البناء من جديد من البدء تماما في مشروعات مش لليوم ولكن للعقود قادمة العمل هل هي اولوية لدى لدعم الاقتصاد ويعني كيف ترى هذا الاتجاه المشاهد قد يذهل لو ادرك حقيقة ان كل ما يدور اليوم على ارض مصر من مشروعات عملاقة هي بالفعل مدروسة ومجهزة للانطلاق والتفعيل وده اللي حصل من اول من رئيس عبد الفتاح السيسي تولى امر هذه البلد نعم فورا بدأنا احنا ما قعدناش مثلا فترة نقيم الامور طب نعمل ايه طب اتماعات لا احنا بدأنا فورا لان الدولة بعقولها العميقة عندها الخريطة الاقتصادية خطوة بخطوة ايه المشروعات اللي محتاجينها ايه الخطوات اللي احنا محتاجين نبنيها وبقوة وبكافة الدراسات الجدوى بكل ما يبقى هو التنفيذ وهو بالفعل ما احنا بنفعله الان تنفيذ وتطبيق وتطوير وبناء الموضوع يبدو لناس انها مذهولة مكمل انجازات اللي حصلت الفترة اللي فاتت ولكن هذا مخطط له نعم توقف عمدا لبعض الفترات السابقة ولكن منجرد تولي القيادة المصرية لامر هذا البلد بدأ تطبيقه وتنفيذه وتطويره نعم شرعة الاداء ايضا وبمعدلات طبعا عالمية وإلا ما كانش الاستثمرات في العالم تيه في مصر وما كانتش الاستثمرات العالمية تنهار على مصر في مناطق المشروعات الجديدة في مناطق القناة السويس في مناطق المشروعات الجاز وواواوا يعني بعد برضو الازمة يعني احنا ما زلنا عايشين في الازمة الاوكرانية الروسية حصل يعني ازمات اقتصادية من دنها السوفت مشاكل والوثقة التي اهتزت ببعض المؤسسات الاقتصادية وهروب رؤوس اموال روسية وغيرها واوروبية هل متوقع ان احنا نجذب هذه الرؤوس الاموال لمصر والله مش جذب ولكن تعاون اكثر نعم الرؤوس الاموال اللي هربت دي هربت من روسيا نعم فاحنا احنا تعاملنا اقوى مع المؤسسة الرسمية في روسيا نعم ورؤوس الاموال روسية ايضا هربت من الغرب بسبب ازمة السوفت وعدم الاتمئنان ان في اي لحظة يمكن الحجر وتأميم تمام تمام كل هذا احنا الحمد اللي عندنا اسواءنا بشبكة قوانيننا وشعاتنا الجديدة اللي عملناها فتحة ابوابل السسمار بشروط مصري وبما لا يخل بالامن القوم المصري اعتقد ان احنا طبعا اي رأسما الاجنبي مرحبا بيه طالما في اطار الشروط المصرية والتعامل بشكل سيادي من الجهات الرسمية اهلا بيه واحنا في نفس الوقت تعاملنا متزن مع الاقتصاد بفروع كل من اول صين روسيا الولايات المتحدة الامريكية كل دول العالم اي اقتصاد اي تعاون اقتصادي احنا من راحب يعني احنا النهاردة الموضوع بتاعنا عن ردود افعال المؤسسات العالمية جودمن ساكس البنك الدوي كلها تقارير ايجابية للغاية ومنذ فترة من ايام الكورونا الا ان هناك شائعات مربكة للسوق المصري والمواطن كيفية تعامل المواطن وايه اللي مطلوب منه لمواجهة هذه الشائعات او من الحكومة اللي طمئنته والله اعتقد ان احنا اتعلمنا في المراحل اللي فاتت دي ان نعرف ايه الفرق ما بين الشائعة والمصدر المعلومة اعتقد اننا تعلمنا اننا ما نستقش معلوماتنا من مواقع التواصل الاجتماعي وانما هناك جهات رسمية بتصدر القرار ولو حصل الشائعة احنا الشائعات دي من اهم اسلحة الحرب اللي هي بتواجهها الدولة واي دولة فاحنا كشعب اتعلمنا مش حول لسه احنا اتعلمنا بالفعل ان في حاجة اسمها وعشان كده الشائعات بدأت لما كانت زمان كانت بتظهر كانت بتأثر كانت بتأثر في الاسواق كانت بتأثر في الاستهلاك كانت بتأثر حتى في المزاج العام للمصريين النهاردة الشائعة بقت بتخرج وتموت ولا ولا لها اي وجود لاننا اكتسبنا مناعة وعرفنا ان في جهة رسمية مصدقها يبقى كذا في ما فيش ما فيش الاجراءات اللي بتتخذها الحكومة والاستجابة سريعة لتفادي تأثيرات الضغوط الاقتصادية الدولية ما هي وكيف ترى تأثرها تقوية الاقتصاد القومي الاعتماد على النفس الاعتماد على العملة المحلية الاعتماد على التصنيع زيادة الاستيراد وضع عفو وزيادة تصدير عفو ووضع شروط تقيد عملية الاستيراد نعم اننا بنمنع عملية اننا نستورد كل ما هو جاي من الخارج نستورد الاستيراد المواد اللي هي او المنتجات الترف اللي احنا مش محتاجين الامور اللي احنا بنحتاج لها فقط بنبدأ اننا نستورد والنموذج الاكبر هو القمح نعم بنستورد قمح بالشرطنا وفي نفس الوقت بنزيد مساحة القمح لكي لا نستورد قمح فعلى مدى القريب باذن الله ان شاء الله يعني هناك العديد من برامج الدعم الاجتماعي بالرغم من الضغوط الاقتصادية اللي هي على العالم كله كيف ترى اهمية هذه البرامج التنوية خصوصا لمحدود الدخل شفنا طبعا مشروعات كبيرة جدا في مجالات الاسكان شفنا في مشروعات التنويل لمشروعات اللي هي الصغيرة ومتنهة الصغر والمتوسطة دي مش بس بتقدم خدمات للناس العامة الشعب ولكن بتجري عجلة الاقتصاد مفيش صناعة ايه له بدون صناعة صغيرة مفيش مصنع حديد من غير الحاجات الصغيرة اللي بيحتاج لها ودي حنا محتاجينها بشكل كبير لان طول ما فيه حركة انتاج وسرعة في عملية التواصل ما بين المنتج وعملية التصدير وبالتالي انعكس على العملة القومية اعتقد ان احنا كده نماشيين في الاتجاه الصحيح طيب ازمة ازمة الطاقة والغذاء هي متكررة لكن دلوقتي احنا في حالة برضو بسبب الازمة الاوكرانية ايضا الوضع بدأ اصعب من ذي قبل كيف هل احنا مجحنا في التعامل معدى ازمة الطاقة ما عندناش ازمة الطاقة خالص الحمد لله بالعالمين نهائية احنا شايفين اوروبا بتصارع الحمد لله احنا تماما بفضل الله احنا شوف سياتب تكلمي اوروبا انا عايز اقول لساعتك ان الناس المصريين اللي في الخارج مش الامريكاني عشان الناس كلها بتشكي في امريكا من الطاقة الحمد لله احنا عندنا المستطبة نعم مصر ما زالت وستبقى في مرحلة الامان الشكر كل الشكر اللي ضيفي في الستوديو الاستاذ عمر عبد الرحمن الكاتب الصحفي بالاهرام الشكر لفريق العمل ولكل من تابعنا شكرا لكم